المشريء كيف يفرض غارانات على الأفراد أو على المتقضين في حالة إذا خاصروا دعواهم في الجانب الشكلي النقط، النقط اللي خلقتلوا جاداً النقط اللي عندها تصادم مباشر مع مكتسبة دستوري قتب اليوم بلدين الدرم ما كيلاش غادي يندوزوا معا الاستناف ويدوزوا معا النقد كي يعتبروا أجدريال آران تفرغوا الناس اللي عندهم كتار منابل المبالي غدوهم ولي عندهم الحق رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بن كيران دعا إلى مواجهة أي بنود تخالف المرجعية الإسلامية أنا موقفي الشخصي أن مدونة أسرة ستكون مدونة مدنية بحالها بحال قانون الجنائي قانون الجنائي واش كان طبقوا القصص مالك البلاد قال لأنه ضرورة الالتزام بمقاصد شريعة الإسلامية ولكن الانفتاح رجالها رجال تقول لأن الانفتاح على الفقه المتجدد منذ بداية النقاش عن مدونة الأسرة وانت تحدثوا فقط عن المرأة معروف أن التيار الديني المحافظ يعادي الحقوق ديال المرأة واش الحركة الأمازيغية هي فاعل سياسية؟ فاعل لأنها كينة رغبة وإرادة وقدرة يعني ما كيناش نتوقعها كينة حال الفاعل؟ كينة حال الفاعل؟ توجد ركي الملع من طرف شكون مثلا من طرف الدولة؟ يعني قدر تكون من طرف الدولة؟ مثلا اللغة الأمازيغية اللغة غير قوية وشنو هي الإضافة ديالش؟ وشنو اللغة العربية مثلا نسون إضافة فيك؟ لا أنا ما عارفش أنا كنسونك أنا لجبتي لي مثلا واحد ريفي؟ أتقدر توصل معه؟ قارن اللغة المعيارية وفاهمان توصل معه؟ لو دا ما قارناش؟ أزول ومرحبا بكم في حلقة جدا ببرنامج توجهات ودائما اختلاف لا يفسد الود قضية لايفنا وضيفكم هو الأستاذ محمد ألمو محامي وحقوقي وناشط أمازيغي أهلا بك شكرا تنمير تشيغان خفص حضرك قبله شكرا على استضافة في هذا البرنامج وكنشكرك كصحفي متألق ربما هذه المرة التانية بعد المناظرة المدونة الوصر بعد المناظرة المدونة الوصر مع الشيخ فيزازي والإخوة الآخرين كنشكرك بززازي وكنشكرك لبرنامج توجهات مرحبا بك سأمي وشكرا على قولك الدعوة وخاف البداية سنبغيون تحديثوا إلى الجدل الذي خلقوا مشروع قانون مسترة المدنية نحاولنا بسطة التعريف قانون مسترة المدنية وهو في بعض أنظمة تشريعية في بعض الدول مثل بحال سوريا وميصر يسميه قانون الإجراءات قانون الإجراءات المدنية يعني مجموعة من القواعد القانونية اللي كتحدد لنا وكترسم لنا المعالم ديال رفع الدعوة المدنية أمام القضاء كيف اشترفع الدعوة، الشرط باشترفع الدعوة المصار ديال الدعوة والشرط ديالها من بدايتها إلى حين انتهائها وإجراء التنفيذ الحكم القضائي النقطة اللي تارت الجدل اللي هي الحق في التقاضي محور كبير اللي كان عليه الجدل وفي مجموعة ديال المواد طب تبارك أكيد تكون طلعت على المشروع شنو ما النقاط اللي يبلك أنه فيهم مشكيل أو صمت عديل قبل ما نقشت المسألة اللي بغيت نبدأ بواحد مسألة منهاجية أولا مشروع رقم سفر جوج ثلاثة وعشرين كان واحد مقاربة ديال التسرع في يعني في الإخراج ديالول الوجود ما تمشي اعتماد المقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين في قطاع العدالة إذن المقاربة التشاركية اللي خصيت تعطالها واحد إطار زمني كافي لتقديم الملاحظات تقديم المقترحات تقديم المذكرات هذه مسألة ما تمشي ما تمشي مقاربة أرحادية يعني يعني كين رغبة في إخراج هذا القانون بهذا نفس هذا المنهج هذا ليتم فيه إقصاء المكونات الأساسية في قطاع العدالة بل يعني كين المكوين دياله الهيئة الدفاع ما هو مكوين أساسي خصوية تخاذ الرأي دياله في صناعته وإنتاج وتجويد تشروعات خاصة إذا تعلقَ الأمر بQuانون مسترى مدنيه zekواtestم قانون مسترى اليهود لا يرغب محكمة التجارية القانون م استرى المدنيه بمحكمة الادارية قانون مسترى المدنيه في محكمة الابتدائية قانون مسترى المدنيه النقطة لخلقة الجدال النقطة لخلقة الجدال النقطة اللي عندها تصادم مباشر مع مكتسبات دستورية كي الفصل 118 من الدستور كي نص بشكل واضح على أن حق التقاضي ومضمون للأفراد وكي المبادئ أخرى من طبيعي طبيعي هذه المجانية التقاضي مثل نقولوا أن حق التقاضي مضمون للأفراد وممكنش نقيم دوا هذا الحق هذا ولن منعو الأفراد من ممارسة هذا الحق ولن ارتبوا جزاءات على ممارسةهم لهذا الحق من كنا نرجعو هذا المشروع قانون المستر المدنيا خصلا في المدى العشراء أن المشرع كيف يفرض غارانات على الأفراد أو على المتقاضين في حالة إذا خسروا دعواهم في الجانب بالشكلة هي مسألة سؤلية وحسنية سؤلية نعطيك مثال نعم مثلا إنسان كيدير دعوة عقارية مطالبة بالقسمة وكلمة الوثائق اللي عنده إما ما عنده شوثائق اللي كتبت له الصيفة ولا اللي كتزكيله الجانب بالشكلة في المسترى ولا عنده الوثائق يرى هو حسب تقدير على أنها كافية لإثبات صفته في الدعوة عنده واحد وثقة عادية مثلا كيشوف أن اللي غتبت له الملكية دي الدعوة ذا الدعوة أمام القضاء والمحكمة يعني ارتأت على أن هذه الوثائق لا تكفي لإثبات يعني صفته في الدعوة مثلا وحكمت له بعدم قبول الدعوة المشروع في المدى أصلا تتحكم عليه بغارامة نالية يعني نشتك نقول للمواطن تنقول للمواطن أنه أولا يكون تهديد الأفراد باللجوء إلى القضاء وغالبية الأفراد بحيث أن الأفراد يقدر لا يمشيش للمحكمة لا يدعي لا يمشيش يدير الدعوة علش تيخها في دير الدعوة ويخسرها في الجانب الشكلي ويتحكم عليه بغارامة فالمشروع يمكن أن يتحكم على واحد أفرد بواحد غارامة وما خلصهاش ممكن يتم يعني من مباشرة مصرة الإكرار البدني بحقه لما قدرش يخلصه يمشي دوز عقوبة حفسية علش لأنه ذال واحد دعوة وفي النظر دياله هو أشاف أنها الوتائق كافية للاستجابة للطلب دياله أو لقابولها وكي المحكمة مرتقات على أنها غير مقابولة شكلاً ويتم الحكم عليه بغارامة مالية يعني كيه واحد إكرار واقعي وأنه كين العادي واحد الكلم كبير في الملفات أو الدعوة التي تعرض على مختلف محاكم المملكة اللي كيكون فيها ما تتمش فيها يعني مراعاة الجانب الشكل هذه كينة الإكرار وكينة الإكرار لا يمكن أن نعالجه بفرض غرامات على المواطنين إلا في حالة نقوله اليوم ما تنجيوش المحكمة ما تنقصهم ما تنجيوش من المحكمة وأيضاً ممكن الشخص أو للمتقاضي من الزمور يبدف الملف دياله قبل ما يوصلوا للقضاء مثلاً ما يمكنش نلزم نقوله الديابوتي تدير دعوات هتأكد مننا بأنها رصحيحة شكلين وكدم الوثائق ديالك غاتتمشي المحكمة وكيشوف يعني النظر دياله ولنظر الدفاع دياله أنه كيشوف على أنه واحد وثقة معينة أو هاتي الوثائق المتوفرة كافية لقبول دعواه ومنحقه أنه يبسط الدعوة دياله وفي الخر إلا مشى القضاء شاف عكساً ما يراه المتقضي شبينا ديالك الوثائق غير كافية نحكمه بعدم قابول الدعوة هذا وال يعني الوضع الحالي لكي عندها بعدم قابول الدعوة مشي عدم قابول الدعوة ونحكم عليك بغرمة وبخصوص مسألة الحكم ابتدائياً ونهائياً اللي كانت إيش فينا لابدرهم وحالياً في المشروع طورت هذا المشروع أنا كنشوفوه لأنه يكرس تمييز ما بين الفقراء والأغنياء في ممارسة حق التقاضي ونعطيك حق التقاضي الذي نعني بأنه بمقتضاء المادة ومئة مئة كان نكررهم زيان نكرروا المواد باش يصل في الدستور مئة 18 في الدستور وحقهم مضمون قلت أنه يكرس تمييز ما بين الفقراء والأغنياء نقولك لماذا؟ لإختصاص محاكم استناف ومحكمة النقض وهنا المواد التي يناف المشروع المادة المادتين 30 و375 المادة 30 ما أقولك تختص المحاكم الابتدائية بالنظري ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية المبلغ إلى غاية 30 ألف درهم يعني المبلغ إنما تجاوز 30 ألف درهم ما سيتدوش للصيناء ما سيتدوش لإستبتدائي بس وهذا اللي كان حاليا في المشروع في المشروع وفي القانون الحالي كان عايشنا في درهم لكن عايشنا في درهم نعم المادة 3075 تختص محكمة النقض في الطعن بالنقض في جميع المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة فحص شرعية القرارات الإدارية لمكاتها منشنا في هذا الموضوع والأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 80% أشوكي ترتم على ربط حق الطعن بالنقض ولا بالاستناف بقيمة المبلغ المتقاضر بشأنه هدرنا بأن الدستور في المادة في الفصل 6 من الدستور كي هدر على أن كي مبدأ دي المساواة دي الجميع المواطنين أمام القادم هذا مبدأ دستوري طبعا أيضا هدرنا على المادة الفصل 118 من الدستور التي هدر على أن حق التقاضي بمعنى النقص تعطي لي فرصة ندير دعواء في المرحلة الابتدائية ونطعن بها استنافية وندير طعن بالنقض وهذه المسألة التي ترحص موضوع الحق الطعن على درجة التقاضي درجة التقاضي لأنها دابة التي لديه لدير واحد مثلا نأخذه مثلا عندك واحد سيد تسل 30.000 درهم ودرت دعواء في المرحلة الابتدائية وخسرتها لم يمكن أن ندزل الاستناف لم يمكن تربح الملف مثلا أنت عندك طلب 80.000 درهم وصلت إلى المحكمة الاستناف وباقي عندك ربما الملف في بعض التغارات ومن شأن تعزيز الدفاع بوضع واحد العريبة تكون فيها مناقشة قانون يجي أن تتجاوب معك محكمة النقض وكتشوف أنك على حق ولكن محكمة الاستناف لا أعطتك الحق لديك لديك الحق وغضع الحق لديك هنا ميزنا بين كنت ومن الشكرة واحد مثلا عندهم 100.000 درهم 100.000 درهم لن تتخل لم يحكمة النقض لن تتخل لن تتخل لن تتصدائي للصناف والنقض ولكن كان أدروا هذه الناس لوضعها المشروع رمك يشوفوش بأن 30 درهم كتب له وراء موالين 30 درهم وموالين جد ريال يعتبرون جد ريال في المنظور لهم كتب جد ريال 30 درهم 8 درهم ممكن نضيع مع مقت 30 درهم بارك كثير بحال 8 درهم حد استناف ممكن آران تفرغوا الناس لديهم كثير مناب المبالغ هدهم واللي عندهم الحق وهذا هو الأدوات الرسالة ليعلم هؤلاء على أن مبلغ 30 درهم بالنسبة للفقراء وبالنسبة لواحد الشخص عنده واحد الرهن اعتراف في دين اعتراف معاملة تجارية بسيطة هذي 30 درهم ركي شوف فيها واحد مبلغ كبير نعم كلي كتبت الأجرة السنوية دياله كلي 30 درهم كتبال شي حاجة كتيرة إذا كان مول الفلوس كتبال فيها روح هذي الفقراء والناس البسطة لم يكن الفلوس كتبال 30 درهم بلغ 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 ومستعد باش يتقاتل عليها في المرحلة الابتدائية والاستنافية باش ياخذ الحق دياله نعم نعم كان تمييز أنا كان شوف أنه تمييز في المعياغ القيمي بين المواطنيين تمييز شكل عنده حق بتقديم دعواء أمامه لما حكيم الدرجة الأولى بنسبة المدى 76 كان واحد مستهلا يعني حاليا هناك العديد من الأفراد اللي كيتقدموا بدعاوى يعني في المجال اللي فيها المستهلا أو في المدى المصطرة الشفوية المصطرة الشفوية يمكن للشخص أن يتقدم بالدعوة بنفسه دون الاستعاني لما يريد محامي يقدر يدير هالراص نعم أو يكون وكيل وكيل الوكيل أنا محدد أنا أنا محدد أنا تقريبا نفسه هذا هذا هو الموضوع اللي تطرح لا الوكيل الوكيل وش كان في القانون الحالي لا كان الحديث في المسودة يعني في الكواليس على أن الوكيل ستوسع المجال للوكيل ولكن هنا في المدى 98 وفي المدى 99 واضح يعني الوكيل يجب أن يكون زوجا أو سيرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة من الأصول من الأصول لأنه إذا فتحنا المجال الوكيل سيقول لي وناس يمرسون هناك المحامات وإذا أي واحد سيقول لي وكيل على المسودة يعتبر على أن وكيل المدى وبناء على المدى سعيد وسبعين لأنه يمارس مهنة المحامات بعض الأساتين المحامين مثلا لو كان الحديث نعم أنا بالنسباليات الصغة أنا الصغة مقبولة هذه ماتتتش مشكلة وكيل الحديث قبل ما يخرج في الكواليس كان الحديث على أن يتوسيع المجال وكيل المدى ويتمش تحديد بقرابته من طرف الذي نبعا لكي نكمل فيك نضع المصطرة الشفوية المصطرة الكتابية هي حق إذا كان نضع تعزيز حق الأفراد التقاضي والولوج المستنير للعدالة هذا الأمر يقتضي أننا نوفر الأفراد حق في المساعدة القانونية لأن منك نستعو المجال المصطرة الشفوية لأن المصطرة الشفوية هي الإمكانية فيها يمكن الشخص يدير الدعوة في المدى المحام وكي نعطي كان إذا رجعت الإحصائيات العديد من المواطنين يأتي عند كاتب عمومي يدير الدعوة يأتي يتنقل ويضيع وقت وتنقل الجلسات ويبلغ المصارف القضائية وفي الخال دي كتترفض للشكلين مثلا دير الدعوة الإفراغ بلما يدير الإنظار ودير الدعوة بلما تكون عنده الوتائق اللي كتبت له الصفة وكيدوز واحد مصار في المحكمة وفي الخال كتتحكم له بعدم قابول طلب ولا بالرفض وبالأكثر من ذلك يقدر يرتكب شي خطأ لممكن يؤدي إلى هضري حقوقه بالمرة إما يفوتوا أجل إما يتم الاستغناء على مصطرة معينة يجبوا يديرها وما دارهاش يعني يجبوا يكون متسقا معينة أنا اللي كنشوف أن الدولة يجب عليها مادم أنها في الدستور في المادة 188 وديما كرجع للمادة كنضمن حق التقاضي يعني حق التقاضي يستتبعها أيضا حق الولوج المستمير للعدلاء أننا نوفره للناس اللي ما عندهمش الإمكانيات المالية اللي ما عندهمش الإمكانيات المالية نوفروا ليهم الحق في المساعد كما يكين مجموع بالأنظمة يعني الأنظمة التشريعية اللي كينة دول أخرى لأن حق التقاضي مضمون واحد فاكر ما عندهش ماش يدير الدعواء خصوص يدفع عليه خصوص مختص قانون ماشي ماشي دفع يدير الدعواء براسه فكرة واضحة ويضيع الحقوق فكرة واضحة فكرة واضحة وصد الألمون بالحالين قد ينتقلوا للمشروع قانون المصطرة الجنائية والحديث على المادة السوستين منها تفضل المادة السوستين من القانون المصطرة الجنائية الحالي هي جات لتنزيل بعض المقتضيات اللي كينة في دستور 2011 خاصة تلك المتعلقات بدستارات الحق في المحاكمة العادلة وتم دستورة قارنة الباراء دستورة بعض الحقوق المنطبطة بالحق في المحاكمة العادلة المستجد اللي كان ماشي كان نظر عن المصطرة القديمة اللي كينداب المستجد اللي كان بعد دستورة 2011 وأن لأول مرة في قانون السوستين الجنائية ولا كيت تعطى الحق للأفراد ولا الأشخاص اللي تيكونوا رهنة الحراسة النظريا في استعانة بمحامي يعني عندهم الحق أن محامي زورهم أثناء الحراسة النظرية يعني في 48 ساعة عملك هتوش جيور لا بل كانت يكون تمديد ولكن دبا كانت قبل مرور النصف الأول من 24 ساعة وكان واحد الحق آخر هو أن من حق أي شخص تم وضعه في الحراسة النظرية حالة تلبوس بجناية أو جلحة من حقه يلتزم الصمت ما يقول وانه لا بدأوا في المشروع كاين ولا كاين قانون جنائي الحالي من حقه أنه من حقه أنه يلتزم الصمت يلتزم الصمت لا يلتزم الصمت في المحضر تتقدم النيابة العامة على أن مثلا سيقول أنا لم أفقيت هذا وإذا شرطة القضائية ملزام بمقتضى المادة 66 لكي يشعروا يشعروا بمدى الحقوق أولا يشعروا بحقه في التزام الصمت ما يقول وانه ويدلاله في المحضر ويشعروا بحقه في تعيين محامي وإلى ما عندوش الإمكانية يعني إلا بغايت تعيينه في إطار المساعدة القضاء وخاطر التحقيق أنا بشكل بل ما تذكر أعتبر فيها أماني وتطلعات المشرع لأنه في الواقع ماذا لو أن هذا الشخص عبر على حقه في تعيين المحامي في المساعدة القضاء يمع الجوج وما وجدنا كيفاش يدير لي الضابط غير عيد واقعيا ما كينجا حاليا من ناحية بالنسبة لإخصوية الدار لأن مرحلة بالضابط القضائي الاستماع يعني المتهمين ولا الأشخاص اللي عندهم خصومة أو بداية خصومة مع القانون الجنائي المرحلة اللي كتسمى عند الحقوقيين المرحلة المظلمة هي المرحلة اللي تتم أمام الضابط القضائي إنها مرحلة المحاكمة مراها كتوفر كأنك توفر فيها يعني الحد كتوفر فيها يعني المعايير دي المحاكمة العديلة في الغالي من الفات والمرحلة اللي صعبة هي المرحلة دي الضابط القضاء يلي ممكن شخص كي يجي لمحكمة وعدة من الفات تيقول لك أنا أنا ما اعترف عندي في المحاكمة رمش ديالي ما صادرش عني كان الطلب الأساسي لضمان الحق في المحاكمة العديلة اللي هي كتبنا من المرحلة اللولى من مرحلة دي البحث ومرحلة دي الاستماع في الضغط القضائي هو أن هو يتم نعطيه الحق للأشخاص باش يستعنوا المحامي والحضور إلى جانبهم عند الاستماع هذه ما عندنش هذه الإمكانية ما زالتون ما كينا في العديد من الدول فرنسا في المدد في فرنسا عندهم الحق المحامي منك يتعتقل الشخص كي يجي المحامي تتوقف الشخص كي يجي المحامي كي يحضر معاه وتيستمعوا ليه بحضور المحامي والأكثر من ذلك المحامي عنده الحق يتقدم بطلبات ملاحظات تقديم طرح أسئلة مشاركة في البحث التفاعل في البحث اللي غي يتب حنا في المحامي في ميصر كينا هذه القضية في ميصر ما تطلعش وكي يكون واحد الجانب فيها يعني يمكن كي نستيعان ما عنديش أنا ما دي وكي فرنسا طلعتنا فرنسا كينا وفي دول أخرى أمريكا كينا هذه المسألة بالنسبة أريد أن نكمل هذه الفكرة مهمة لماذا تستوستي كيف تتعديل الذي كان في المشروع التعديل الذي كان في المشروع أبقى نفس السيغة كيف تزيد تزيد أنه يوم كينا للمحامي الأصل أن المحامي لا يحضر في الاستماع يعني المشكل الذي كان سيقع ولكن في حالة جزء بالحالات التي يمكن المحامي يحضر في الاستماع هي الحالة التي يكون الحادث يعني قل من 18 سنة والحالة الثانية التي يكون شخص مصاب بعاهر وقالك العاهر يعني لو حددين بعض العاهات هذو هما الناس الحالة يعني الحالة الحالة يمكن أن أنه يحضر في الاستماع المحامي أنا كنشوف علش الغاية غير نركز على هذه الحالات نقصو الحالات الأخرية مدام أن حضور المحامي هو تعزيز للحق في المحاكمة العديدة وما هو دور المحامي في هذه المرحلة المشريع تقولك لا يمكن له أن يوجه البحث أو يطرح أسئلة أو يتقدم بمنتمسة أو دفعة يعني غير يكون حضور شكلي فقر حتى كنت يقولك أنه يقدر يأطر لا المحامي وحد الشخص الذي يعرف القانون يستغل التغارات لماذا يستغل التغارات لكن يدفع الموكل لا في اللحظة إذا كنت كطرف كذلك تدخل ستقدر تقول الموكل لك ما يقدر يقول أو ما يقدر ما يقول مش تقول لي هل تحضر معه هل تطرح أسئلة يعني هذا حق الدفاع ومضمون حق الدفاع ومضمون حق هذا الشخص أنه الدفاع يتير دفعات يطرح أسئلة ينقش ويساهم في البحث بما يضمن مصلحته بما يضمن مصلحته لأن حين أصلا هذا الشخص لم يرى أنه مجرم لأنه كان قارنة البراء وأن المحامي يدفع البراء قارنة تظل ملازمة للشخص إلى أن يصدر آخر مقرر في قضيته بالتالي أنا كان أعتبر على أن التعديل هو مجرد ظر للرماد في العيون وهو تعديل يشكل تهربا من المشكل الحقيقي لطرحاته المادة الساستين وقد طرحوا المرحلة ديال إعداد المحاضر وإنجاز المحاضر والاستماع أمام الضابط القضايا في المشروع الذي كان قبل نعم يعني المشروع كان قبل كانت فيها تصوير تم وضع تصوير تصوير لأنه تأتي مثلا ندب حاليا في قانون في قانون المستراج جنائي في المادة 290 ومادة 92 في المادة 290 المحاضر المنجزة في مادة الجنح يعتد بمضمونها يعتد بمضمونها ولا يمكن طعن فيها إلا بالظهر لا يمكن أن يكون واحد المتهم يأتي أمام المحكمة ويقول هذا ما الذي كان في المحضر ما قلتوش ما قلتوش وما عندوش الدليل لأنه سقطعن في المحضر وخطعن فيه ماتر بحجة أنه ما عندك الدليل ولكن كل محامي حاضرة معاه يمكن أن يأتي ويقول أنه ما قلتوش لأنه كان حاضر معاه الدفاع من الذي يكون تصوير لا يخلق لأقوال تصوير الإستماع ويأتي لمدة ويقول أنه لا يدرك ويأتي تصوير جلسة الإستماع ويقول لا أنت صالح وأن خاطرك وأن تما أهد بالعكس ستحيد لأنه التهامات الباطلة لتتوجه العناصر الضابط القضايا لأنه المتهم يكون فعلا جريمة ويصرح التصريحات ويأتي لأنه يقول لا ضغطو علي ضرب ويأتي ويأتي فكرة وضحة أستاذ الموح حاليا سننزل وقبل الخوض في النقاش سأعطيك عنوين عريضة ويأتي تعطيني التعليق في 30 ثانية رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بن كيران دعا إلى مواجهة أي بنود تخالف المرجعية الإسلامية بمسيرة شعبية مليونية وأن شعب المغربي لن يقبل أي مساس في الشريعة الإسلامية تعليق في 30 ثانية نسبة هذا دليل على أن هناك تيار محافظ اقتنى تيار متطرف لا زال لم يستوعب بعد المتغيرات يعني الاجتماعية والتقافية للمجتمع المغربي الذي أنتج بيئة لم تعد تستوعب وتحتضن الشريعات المعادية والمسيئة لكرامة المرأة أيضا هو نوع من النفاق في الخطاب السياسي والنفاق في تصورات والطروحات المرتبطة بالقوانين فكرة واضحة هل تقليقوا فقط أتسمحي إبن الحسن لماذا يقول لأن قانون الجنائي الذي لم يكن تبقوا فيه العقوبات القصص لماذا بالضبط في مدوعة الأسرة إذن معروض أن التيار الديني لمحافظ يعادي الحقوق المرأة وهذا خصوم يعرفوا بأنهم إلا كانوا واضحة ندوزوا النقاش وندوزوا للرأي الآخر رئيس حزب الحركة الشعبية سي محمد أزين يقول إن القوانين مهما كانت متقدمة تظلوا غير كافية لبلوغ هدف إنصاف المرأة وتحقيق المساواة تعليق بالنسبة هذا الموقف يعني أنا بالنسبة لي كي تماشى مع القناعة ديالي إنه المنطلق ديال تصريح ديال السي والزين هو أن القوانين يجب عليها أن تتغير وهي قابلة للتعديد لتتماشى مع تطور بالمجتمع فكرة واضحة وزير العدل حالي سي عبدالطيف وهبي يقول يجب على المرأة الميصورة أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطالق وأن المسؤولية المالية مشتركة بينهما أنا بالنسبة لي هذا الموقف أتفق معه ولا هذا طرح هذا أتفق معه يعني في واحد جانب واحد جانب ولا أتفق معه في جانب الأخر بالنسبة لمدونة الأسرة في 2004 في واحد تعديل عن مدونة الأحوال الشخصية هو أن الأسرة هي تحتم سؤولية الزوجين من ناحية الواقعية تعرضون جموعة من القضايا أمام القضاء تبت فيها لأنه سنعيدوا النظر في بلود مدونة الأسرة التي تلزم الزوج فقط بالتكفل بالنفقة بالنفقة للأبناء لأنني أنا لا أقباله غديندوز النقص غديندوز لننقص لا أقبال أن تكون عندنا حالات متعددة أن مراكة يعني بمرت دخل ديالها كيفوت عشرات لمليون في الشهر والزوج عنده ألف وخمسمية ولألفين هو لم يخدمش ولمشت بهذا مدونة الحالية لمشت المحكمة ودير تعوى ديالنفقة كاتحكم لهذا النفق نفقة ديال الأبناء والنفقة ديالها هي الشخصية في حين أنها أن يعني المدونة كتدرع أن الأسرة تحت رعاية الزوجين معان ولكن النفقة والمتكاريف المالية ولقات على عاتق الأبفقة فكرة واضحة فكرة واضحة الرأي الآخر جمعية التحدي والمساواة في بيان لها تقول أن العمل المنزلي يعتبر أبرز صور هذه النفقة المشتركة غير أنه يحتاج إلى تقنين واضح بالشريعات الوطنية أنا بالنسبة لدي النقاش تطرح أثناء يعني مناقشة مدونة الأسرة في البرلمة وكان عندي أنا عندي الأعمال التحضيرية لأنه لنفهم القانون لنفهم تشريع معين أو قانون معين يجيب الرجوع للأعمال التحضيرية والأعمال المناقشة أمام المؤسسة تشريعية كان الفريق الاشتراكي قال بأن وخصنا نضمنه في النص للفصل أن العمل المنزلي يعتبر عملا منتجا في تنمية أموال الأسرة وبالتالي تستحق عليه الزوجة حقها ونصيبها في الأموال منشآتنا أثناء الحياة الزوجية بناء على عملها المنزلي للأسف الشديد كان ذاك الجواب للحكومة أنه خمان ديروه في النص القضاء غير طبقها والواقع العمالية تبتع لأن القضاء لا يأخذ العديد من الأحكام ما كتاخدش بالعمل المنزلي بل أكثر من ذلك كان أحكام قضائية التي تعتبر العمل المنزلي من واجبات المرأة في حين أنه ما كنش في الواجبات ديال الزوجة العمل المنزلي وهو عمل منتج وأساسي وأتمنى دابندخلوا النقاش دابندخلوا النقاش في المودة بحاليا أبرز الإصلاحات المطلوبة أفوا في مدوانة الأسرة تبقى تبقى كراجل قانون وكمحامي كتعيش هموم المواطنين في المحاكين بالنسبة لي مدوانة الأسرة المرة على تطبيق ديالها مدة قارب تقريبا واصلت لعشرين سنة يعني من ألفين وربعة لألفين وعشرين في ألفين وربعة تعتبرت مدوانة الأسرة تورة تورة لماذا؟ لأنها في العديد من البلود ديالها مع مدوانة أحوال شخصية أولا ما كانش المرأة مدوانة أحوال شخصية ما عندناش الحق تنهي العلاقة الزوجية ولا عندنا مصطرة تتقيق الشقاق لم يبقاش يعني تالمرأة عندنا الحق في إنهاء العلاقة الزوجية كين حد في الولايات في الزواج اللي كانت مشكلة لأنكين بعض آباء ما تبغيوش يوافقوا لبنات ديالهم في الزواج وكين تبقى يعني كي ساهموا في حرمانها من اختيار شرك الحياة ديالها كين مسألة ديال توريط الحافيد من جهات الأم كين أيضا التعديلات المرتبطة بجاعة الواجبة تسكنها مستقلة على النفق كين مجموعة من التعديلات اللي تعتبرت أن ذاك تشكل ثورة يعني في المجال ديال إقرار حقوق المرأة وحقوق الأطفال هناك المشكلة في تفعيلها على ما أظن ولكن الواقع العمالي والتطبيق لمدوات الأسرة فرض لنا واحد فرض لنا واحد الواقع يعني واقع يمكن قولوا علي لأنها نحن أمام نص تشريعي في أزمة ولم يستطيع تدبير نزاعات الأسرية أولا كين مستجدات أعرف هذا المجتمع المغربي مستجدات على المستوى البنية التقافية كين تطور وسائل التواصل الاجتماعي وكين مستجدات دستورية ومستجدات سياسية مرتبطة بكون المرأة والتي تتولى مناصب مناصب قيادية طبعا كقاضية ومجمع مشغيرة في الميهان وزيرة وزيرة المرأة والتي أمينة عام الحزب المرأة والتي تدبير مسؤولية المؤسسات العمومية المرأة على رأس الجماعات تورابية بل الأكبر الجماعات تورابية في المغرب عندنا الرباط وعندنا الدار نعم ومنك تجي المدولة الأسرة تلقى هاته المرأة الوزيرة والمرأة يعني الرئيسة والقيادية ما يمكن لها أن تقوم بإجراءات قضائية لصالح أبنائي معنى شخص في الولاية وخوال كين السي ألمو ما نحطيش أننا منذ بداية النقاش عن مدونة الأسرة وانت تتحدث الرجل في هذا الطفل كذلك وش مخصناش كذلك ثم نحفظ لهم الحقوق ديالهم لكن من كان ندر على المدونة الأسرة كان ندر على الرجل والمرأة والأطفال ولكن منك تكون المدونة والنصف الشريعي وضع بنفس فقهي وبناء على مرجعية فقهية تعادي المرأة وكندير هذا الموروط الفقهي وكان نقاط معدودة اللي عندها علاقة مثلا ونعطي كانت السعر كانت تعدد وكان مسألة الإرث وكان اللي يقول أن هذه الأمور هي من اختصاص علماء الدين فقط أنا كان اعتبر أنا موقفي الشخصي أن مدونة الأسرة تكون مدونة مدنية بحالها بحال قانون جيني قانون جيني وش كان تطبقوه بقصص كان النصوص قطعية ما كان تطبقوه أيضا خص المدونة تنزل من برجها المقدس الفقهي وترجع الواقع وتوضع النصوص ديالها بناء على حاجيات المجتمع ومشاكله لأن هذا حاليا لماذا فشلت لنا مدونة الأسرة فشلنا لأن نضع قانون بمرجعية فقهية كنوضع مقتضية قانونية مستوحاة من واحد لإرتفق هلت توضع هذه 14 القرن اللي كانت فيها المكان ديال المرآة ما شي هي المكان اللي فيها حاليا أعطيك أمثلة متعددة ولكن ففات صادد وش انت انك الطالب التخلي على الشريعة الإسلامية في التدخل ديالها أكيد في النصوص اللي تتعلق مدونة الأسرة انك طالب باش يكون مرصوش نفاق شريعي حتما تنفت صادد أن ملك البلاد قال لأنه ضرورة التزام بمقاصد شريعة الإسلامية ولكن الانفتاح رجال تقول بأن الانفتاح على الفقه المتجدد لأن الفتح على الفقه المغربي يوفق هو المتجدد يعني ما لغيوش هنا الدين فقه متنور فيما يتعلق بحقوق المرآة ما لغيوش الدين ما يمكن شيكون مصدر لتشريع ولكن أمور تتعلق بالتعدد وأمور تتعلق بالإرت هي المختصص شكون ولكن أمور تخص رجال الدين أو علماء الدين لا القانون جنائي نعم أنا كنشوف القانون القانون يكون مدني مدني لأن القانون ينضم لنا الواقع الزمني مش الواقع الغيبي الواقع الزمني دي للمجتمع وهذا الواقع هذا يتغير حسب العصور وغادي في التغيير والقوانين خصت تغيير فلسفة القوانين خصت تغيير حسب حاجيات المجتمع يقدر تكون شيء منوع في واحد العصر معين مثلا نعطيك مثال تعدد يقدر كان مقبول في فترة زمنية معينة وكان بالعكس لكي نعض لكي نعض تعدد نشازا ولكن حاليا دابعنا مكيش العكس وحاليا مدبوش المجتمع كي طبع مع التعدد لا هي مسألة اختيارية في آخر المطاط لا ولكن واش المجتمع المغربي حاليا النساء ديالو الرجال ديالو كي طبعوا مع التعدد دي الزوجات لا أنا مقدرش أنتك جاوب لكن هي مسألة اختيارية لما مشي مفروضة أو ما شابه مفروضة منك نوضع نصص قانونية كتحمي أنا منك نوضع قانون مشي نقول لك زوج بربعة إلا أنت عندك الحق أنك تزوج بربعة استنادا على الشريعة الإسلامية أنا من سبالي إلا بغينا نشوف التزامة المغرب في المواتق الدولية بحقوق الإنسان خاصة انتفاق يطرف كافة أشكال تمييز التمر أراكت من التعدد ولكن المغرب عنده خصوصية منك نستحضر نستحضر نشوف غير واقع منك نستحضر الواقع العملي عبر العديد من النوازيل كان القاوة لأن التعدد يشكل يعني وضعا يهدد يهدد الأسرة بشكل عام مشيغي الزوجة كيف تحت الأسرة والأبناء أولا تعدد حتى في الشريعة الإسلامية تعدد خصو يكون شرط أساسي خصو يكون العدل بين الزوجات ده بس سؤال مطلوح واش قاعد لدارو التعدد كيعدلوما بين الزوجات لا أنا أكد لك لأنه مش ضرورة لا وقدر ما يكونش العدل بين الأبناء وبين زوجة واحدة والتعدد كيساهم في تشريد الأبناء ديال حد الزوجات كيكون شو حقيقة مطلقة سيألمو ولكن أنا شوف هذا غير رأي مثلا كتبناه مش رأي هذا إذا رجعت إذا بالواقع وكتلقات الناس لدالوا التعدد ما كي ديروش العدل مشي العدل غيف الممارسة في الحقوق الشرعية حت كي يتيقول العدل غيف الحقوق الشرعية والعدل في التكاريف والرعاية ديال الأسرة بشكل عام أهو تدين أنا على ما أظن على أنه يحدد شكون الذي يقدر أنه يدير التعدد رمشي أي واحد على ما أجعلتك واحد مسألة بلما تشكين التعدد عندما تذهب إلى مدواة الأسرة حسمات فيه أنا بالتسببية الصيغال الكينا في مدواة الأسرة يلاحظ دين ما يصيغال كينا حادية يعني قبل التعدد يعني قبل التعدد يعني كنت نضرع المدواة الأسرة ديال 2004 ديال 2004 ديال 2004 ديال 2004 إذا لم تقبل به الزوجات الأولى يعني بقى متواجدة أرمود 40 45 كذا كنت منعه صار موافقة لا نضرع لما يسترك لما يكتم في المدواة الأسرة الحالية الزوج يريد أن يتعدد خصو المشريح اشتار خصو يتفرون الجوج ديال الشرط الشرط الأول القدرة المادية على إعالة أسرتك خصو يكون عندهم الإمكانيات المالية هنا الإعالة يزوج باشي يصرف على جوج ديال الأسرة بمعنى لما عندهش الفلوس ولا فقير بلها ما يمشي دير التعدد لم يزوج مزيد والشرط الثاني هو شرط فضفار وأنه يكون عنده مبري استثنائي وموضوعي عنش بغي تعدد بغي تعدد تعدهpower واتسهار وواتسهار وهذا لا مبريست الثاني ولموضوعي ما يُكفل الزوجة الأولى في إشباع الرغبة الجنسية لا مببي مثلا الزوجة الأولى لا ت هناك أ stone المبريست الثاني ولموضوعي الزوجة الأولى مثلا المريضة بطريق يعني يعاكس أولا دى واحد من ممارسة قد منها الحقوق السرعية تحدد أولا الزوجة الأولى لا تجامعه ولا تقوم يقدر نعتبر هذا مبرس تثنائي والموضوعي وخاكين بعض الناس اللي كيمشيوا للقضاء وتحاولوا يوسعف هذا مبرس تثنائي والموضوعي واعتبروا أن الرغبة دياله في الإحصان والعافبة تقول كنا بغير تنزوج باش ممشيش للحرام علاش أنا عندي حس كين هذا الطرح اللي كيقول لك أنا الحادثين مثلا كين اللي كيقول لك أن الحادثين كين اللي كتلقاهم كيمارسوا علاقات رضائية خارج إطار الزواج هم مزوجين مثلا قل لك إننا نطيروا علاقات منظمة في إطار الزواج لها تتعدوا لا تعتبرش لها الأسرة لأن التعدد الذي كانت علاقة خارج إطار مزوج لتهادى على الأسرة لا نظر لك نظر لك لا شخص مزوج نظر لك على العلاقات رضائية لا بأسباب خيانة في النجوم لا خيانة في الأنظيم لا خيانة في العالم لا خيانة زوجية لا لكي شئ qual belle أكيد خيانة زوجية وتعتبروا جريمة جريمة بين فهمية القانونية والأخلاق الإنسانية والأخلاق الإنسانية ومعهما التفقى لما أ br A D S E L A هذا المتعود مجتمع للمسألة لندما تكمله المسطرين السمادية د shith either and our clients and our sins طквت أن يتساريا للجوز المبريرات الآن تقضي الإحتمالات على إحNeوا في الدعوة الأولي يأتي الأهتمال إلى وفقات الزوجة الأولى وأنت تقضي الإحتمال اللذي لا أعني أحبد نظروا الإحتمال الأول إلى وفقات الزوجة الأولى وخات وفق الزوجة الأولى لا يعني أن الموافقة غمينيا يحتاجون التعدد يحتاجون توفر للمبرر شرط يعني إذا يستطيعون أن ينظروا هذا وخات وفقه الزوجة القضاء يرفضه الطلب أذكر أنهم الأغنبي الذين يدعون التعدد يكونوا أغلب فكما؟ الحالة الثانية للزوجة لا وفقتها وهي أغلب الحالة لا يريد لا تعدد وش المحكمات تحكم له بتعدد يمنعوا عليها بمقتضى المادة خمسة وربعين مدولة أسراء أن تحكم بالتعدد يعني المشرع تقول المرة اللولى إذا ما قبلتش تعدد إحنا ما غاديش نعيش وكفوضع يدي التعدد المشرع ما يمكنش القاضي استجبل الطلب بالتعدد ولكن المشرع أعطاه واحد إمكانية أخرى هذه اللي كانت منيت تعاد في النظر مدولة الأسراء المقبلة أعطى الإمكانية للقضاء إذا شف أن الزوجة الأولى لفظات وشف بأنه توفر له الشرط الأول القدرة على إعالة أسراء كيف تحليه من استعارات التطليق للشقاق تلقائي لكي تطلق ديك الزوجة بمعنى وش هذا ما شيء تدمير ديالأسراء تدمير ديالأسراء بمعنى أن أنا يقول لك سيكون تعدد بمعنى أن الرجل بغاية يزوج المرأة الثانية بغاية يدير تعدد ومشي ديره بش ميكونش طالق ومتفكش الأسراء مثلا بمعنى أن نهدمه أسراء لكي نبنيه على أنقاضيها وصلاة أخرى إذن أنا نقول لك أن التعدد يهدد استقرار للأسراء ويهدد الأبناء ويمسوا بحقوق المرأة أرى أن لا تنظر شميع فراغ دابع حاليا كيفاش نتدب في مدوات الأسراء وكيشكل تتعدد كيشكل تناقض مع المجموعة من المقتضايا لكي نفع الحقوق الانتزامات بين الزوجين ما تنميك أضرو على اقتسام حكم ويوات أسراء كيشكل تنظر على الزوجين أعرف في النصوص كيشكل تنظر على الزوجين وكيشكل تنظر على المواد ولموسات كيفاش أنك نضرع الأزواج في التعدد ستتعدل على الأزواج كيفاش نضرع لها اقتسام الممتلكات عدنا ربعة دي للزوجات كيف نضرع لها اقتسام الممتلكات هذه دخلات تزوج بها في 2000 وهذه تزوج بها في 2020 وهذه تزوج بها في 2025 كيفاش نضع اقتسام الممتلكات إذن بمعنى أن التعدد يعتبره نظام بائد نظام بائد يتعينه أنا ما كنقوش أنا كنشوف أن الأصل سيتم المنع دي أرى المدونة منعاته أرى المدونة الآن منعاته غياب بناتنا شروط بناتنا شروط لاب واحد شكل خور نعم فكرة واضحة دائما مع مسألة التعصيب في الإرث تهدية من المسائل الشرعية ليقال لأنها أمور مختصاص علماء الدين فقط دا بتعصيب إشكال دياله هو أنه تكون واحد واحد الأب مثلا ما عنده غير بنات عنده غير بنات ما عنده شلولات إلا مت أنا أريد أن يجيب إخوته وإلا ما كانوا شخوته وإلا ما كانوا شخوته وتمشيوا في الحواش الواقع العمالي هنشكن نقول كنن نصوص المجتمع إلا ما كانش كيطبع مع واحد المقتضاء قانوني أريد أن نغيره الواقع اللي كانوا أن الأغلب ديال الأسار ما تكونوا عند غير بنات كيمشيوا كيكتبوا كيكتبوا في حياتهم لبناتهم لقطع الطريق عن العصر وليس ما يورتوش يعني المجتمع ما متفقش معها بالنظام دا وما كيطبعش معها هذه اللولة تاني حاجة تصور اللي عندي أنا في الإرث وأن نحميه أحد الزوجين والأبناء القاصرين ونحميه النساء اللي مش يكونواش ممزوجينش منك يموت الأب وتخليه منزيل نعم وتخليه واحد أرض فلاحينتين ولا واحد الغاراج ولا واحد محل تجاري هو الموريد الرزق ليلديك الأسرة وكي تكون الزوجة بقى على قيد الحياة وتيكونوا معها قاصرين أطفال صغار ولا تيكونوا معها بنات ممزوجينش مخدمينش أنا كنشوف هنا ما غنتعرضوش مع قواعد الإرث أنا كنشوف أن مقدرات عيش الأسرة وبيت الزوجية لا يمكن أن يكون موضوع قسمة إلا إذا توفى الزوج مخارف سنننمو فكرة واضحة أعطتيني موقفك من التعصيب موقفك من أن أب توفى وخلى واحد المشروع وهو مصدر للدخل لعائلة وكذلك منزل مثلا لعائلة لمخصوش يتقاس ده بغيت نعرف موقفك من المساواة بين الجنسين في الإرث هذا يعني باش نعبر على الموقف ديالي إغنيعان حيلك على ممكن نكتفي بالإحالة على مقتضية دستورية في فصل 19 كي يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين نعم ولكن في الإرث أيضا الاتفاقيات رفع الدولية خاصة الاتفاقيات رفع أفات أشكال تمييزة المرأة كتلزم الدول بإزالة وحد في كل القوانين والتشريعات والأنمار الفكرية والثقافية التي تكرس التمييز بين الجنسين وقدر نجاوبك من خلال مدواة الأسرة نفسها نعم في مدواة الأسرة ممكن نظر على أن الأسرة تحت رعاية الزوجين ومن كيف مع الطرح وأنا مع الطرح ديال السيد وزير العد اللي يقول أن المرأة كانت مويسيرة تقدر تنفر خصة تساهم في الإنفاق على الأسرة وإذا طلقنا على أن المرأة حاليا أولاد تولج عالم الشغل لإعالة الأسرة ولمساعدة الزوج في الأعمال المنزلية 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 النساء يتعاون مع الزوج في تكريف الأسرة وفي تكريف العشة للأسرة إذن يجب نبحث نقش مسألة المساواة في التمكين النساء في الوصول للموارد المالية بشكل متساوي مع الرجل نعم لأن أنظمة أنا نسبة لي نظام موقفك بطريقة موقفة شغيرة مع المساواة الإرت بين الجنس نظام الإرت ونظام محكم وربما عادل في زمن ما كان عادل من ضرورة لتغيير لتكون مساواة بين الجنس لأن المرأة لم تتخدم كانت المرأة تصرف عليها وحتى أخو تصرف عليها تصرف عليها لم تتخدم لأن تصرف نصب النصب كافي ولكن حاليا المرأة منزمة بمساهمة في تكاليف الأسرة المرأة أصبحت تعلو لولادها ممكن حالة والمساواة في الأرض أنا كنت نشوف أن المساواة يقول هذا يضلم المرأة لأن مجموعة الحالات للمرأة تولد فيها كثير من الرجل وحالات للمرأة تولد فيها بحالة الرجل وكين حالات لكي يورد لكي يورد الرجل أكثر من مرأة كنت نشوف أننا مخصص نفاق الشريعي في القوانين مني كان نجي القانون الجنائي ما كان طبقوش يعني الشريعة الإسلامية وهي نصص قطعية وكان نجوزوها وكان بيد حلقة على اليد مثلا حلقة على اليد وكان نجوزوها لأن الواقع كيف فرض علينا أننا ما يمكن أن نطبقوها يعني احتف تشريعي الأسري رخص ننسلك نفس الموقف ونفس المنهاجية وأيضا يجيب أنا كنشوف أن القوانين يجيب أن تنسجم مع الوثيقة الدستورية التي تكرس للمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة احتف المدونة الأسراء أرى عزف التعديلات خرجناها على التوابط الفيقهية فكرة فكرة واضحة أستاذ الموح اللي سننتقل محور آخر والحديث عن الحركة الأمازيغية وننطلق من كتاب اللي هو الحركة الأمازيغية من العمل التقافي إلى العمل السياسي هناك تحترى انطراب على انتقال أفوان نحن لا نظن لأنها كان انتقال العمل السياسي الحقيقي وش الحركة الأمازيغية اليوم أنت تشوف فاعلة طبعا فاعلة لأنها النتائج على أرض الواقع أنها غيرت مجموعة وكانت متواجدك كمجتمع مدني متواجدك سياسيا غير متواجدة يعني ما كانش حزب يمكن كان مشروع الحزب وكان كان منع هناك منع ديال التجارب ديالتأسيس حزب السياسي منع حزب الديموقراطي الأمازيغي تمت الحرية وكان العديد من يعني من نشطاء الحركة الأمازيغية معرصوا حقهم في تأسيس حزب السياسي ويتم يعني العرق على ديال تأسيس حزب السياسي وكان نعطيك دبل حاليا كالحزب تمت للحرية أول ملف دياله يعني تننو بعد أول ملف دياله معروض أمام القضاء الإداري يعني وزارة الداخلية تطالبه ببطلان صريح ديالتأسيس الحزب السياسي أمازيغ ديالك الكتاب أرى في واحد قراءة كرونولوجيا لمصار الحركة الأمازيغية لا ملاحظة اللي كان أعطيها عفونا نقطعك هي من العمل الثقافي إلى العمل السياسي هذا انتقالة حسنا ما كلمسوها في المجتمع المغربي واش الحركة الأمازيغية هي فاعل سياسي فاعل لأنها الحركة الأمازيغية استطاعت أولا أن تزعزع العادي من يعني المعتقدات الخاطئة حول هوية المغرب حول التاريخ ديال المغرب لأن المغرب المغربة في واحد الفترة كانوا تعتبرون أنهم عارض وحال من دفع هذا يمكن على المستوى التقافي أو كذلك هي تواجد دير القوي على المستوى المدني كجمعية نا استطاعت سياسيا واش نتواجد في العمل السياسي اليوم كين فكر سياسي ديال تأسيس حزب كين رغبة وإرادة وقدرة يعني ما كيناش نتواجد حال الفاعل توجد ركين المنع ركين تجربة ضغطك على تجربة ديال الحزب التيمقراطي الأمازيلي وتمونت الحريات والعديد من الإطارات الحزبية التي أجهضت في بدايتها أو يعني كين أحزاب حاليا ولا مشروع تأسيس حزب سياسي للعراق إرادة لتقبل حزب سياسي بمرجعية الأمازيغية منطرف تكون مثلا منطرف الدولة لأن حاليا أنا نشوف نسب المثال الملك في المغرب كدعم كل ما هو أمازيغي أنا بنسبة لها كناشط أمازيغي أنا كنعتبر على أن وكن نقولها أن جميع المكتسبات لتحقيقات في الأمازيغية بسبب صاحب السبب والإرادة الملكية الأحزاب السياسية لوعت الأحزاب السياسية لم تكن كنا كنا تصورها أنها ستوصل هذا السقف للمطالب لتحقيقات الحركة الأمازيغية دستارة الأمازيغية ونكمل دستارة الأمازيغية كان لغار سمية في الفصل الخامس ما تدصه أغلب الأحزاب السياسية من كنت الحركة ترجع لها الكتاب لكتب لكتب الحركة الأمازيغية في 90 تقول يوم الأمازيغية تكون لغار سمية تدصه تقول لا 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 يمكن أن نصل للمستوى الدستارة الأمازيغية رغي له جاء وكان الأمازيغية أغلب الأحزاب السياسية تقول الأمازيغية اللغة وطنية وفي المذكرات التي تقدمت بها أغلب الأحزاب السياسية بعد الستناءات قليلة أغلب المذكرات العدلة وثنمية وحزب استخد أغلب المذكرات كان فيها يطلبوا بدستارة لغوطنية جاء الخطار الملكي في 9 مارس وهضم في النقطة الأولى بأن الأمازيغية توجد الموقع في الدستور وجد كلغة بسمية نعطيك ترصيم رأس الأمازيغية كلغة كعيد وطنية هذا لم يكن حزب سياسي أرفع عدل مطلب هذا ولا دافع عليه في المقابل يقول أن الحركة الأمازيغية تعتبر أن الطيارين لكين حاليا في الأحزاب المغربية اليسار أو اليامين أو حتى لبريرين هم داخلين على المغرب وقد اعتبر أنها تكون في المشهد السياسي وفقط يعني كين إقصاء هذا هو السبب والعمل يعني نشطاء الحركة الأمازيغية لو أنهم القورصهم لأن كين النشطاء في الحركة الأمازيغية يريدون يشتغلون من داخل الأحزاب السياسية واشتغلوا في شلو ما استطعوش لأن القوح تيار قومي تيار إسلامي في الياصار وفي جميع الأحزاب كين عادي الأمازيغية وعطيتك الدليل على أن المبادرة دائما تأتي من صاحب جلالله فيما يتعلق بجميع المكتسبات التي تحقق في الأمازيغية أنا تنقولها وتنتحمل يعني تنقولها بشكل صريح بداية من الدستارة الأمازيغية كلغة رسمية تأسيس المعد الملكي بالتقافة الأمازيغية إنشاء قناة أمازيغية ومؤخرا الاعتراض برأس السنة الأمازيغية كعيد وطن بالنسبة يعني مادم أن إمكانية الاشتغال على ملف الأمازيغية من داخل أحزاب السياسية غير ممكن لوجود تيار معادي للقضية الأمازيغية أنا كنشوف أن يعني الضرورة تقتضي يعني الانخراط في الحياة السياسية عبر تأسيس الحزب أمازيغي أنا كنقول ماشي حزب أمازيغي بمفهومه العرقي لأنها مسألة هذه ممنوعة في القانون جاء تأسيس الأحزاب والحركة الأمازيغية ماشي حركة عرقية ولا تتبنى الطرح العرقي بشكل النهائي الحركة الأمازيغية تقولك أن المغاربة كلهم أمازيغ ما تتبنى طرح العرقي من نسبة للعرب أنا ممكن اقولك حزب أمازيغي ممكن قلق حزب أمازيغي حزب بمرجعية أمازيغية بمعنى أن الأمازيغية كثقافة كهوية كقيم يمكن لها أن تشكل وعاء مرجعيا لحزب سياسي وتبنى تصورات في المجالات مختلفة في المجال ديال جميع المجال السياسي تعتبر تصورات في الاقتصاد في التنمية في المجتمع في القوانين انطلاقا من المرجعية الأمازيغية وهذا ما يشكلش تعارض مع القانون الأحزاب لكي يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني ولكن نحن نسوه كعادلة والتنمية وش حزب ديني ولا ماشي حزب ديني الحزب عنده مرجعية إسلامية لا مقدروا ستفكره ونعتبروكم أستاذ أنكم حزب أمازيغي هوية أمازيغية عرقية مثلا لا يوجد العرقية حركة الأمازيغية إذا رجعت الأدبية الله ما كتب الناش العرقية حركة الأمازيغية تعتبر أن جميع المغار أنها أن المغرب يعني احتكاما لبادية التاريخ والزغرافية هي بلده الأمازيغية اللي تلحد ما كنكرار المسألة والمغاربية بلد اللي عنده مجموعة الروافض الثقافية بحل العربية وهذه الأدوة مسائل ومن الأشياء اللي كنفتخروا بهم وهالتنوع الثقافي اللي عندنا في المغرب وكي يخصر عطرفه بيه؟ عطرفه بشنو؟ عطرفه بمشي القسوة؟ لا والأمازيغية متوجدها بزز منك لا والأمازيغية مستوى العمومي كيف هي الإقصاد الأمازيغية؟ هذا ما الأمازيغية حاليا؟ مثلا هذه الإقصاد نمشي والمحور الأول من كتابك طبيعة مطالب حركة الأمازيغية في صفحة 61 أهم المقومات هي اللغة هل يقول أستاذ؟ نعم ولكن تقول على أنه إيجاد لغة موحدة ومعيارية طبيعة نخي ما زل ما كنا نشطنوها موحدة ومعيارية اللي يقدروا نعتمدوها لا ممكن أنا أدر معك لا ممكن يعني الله غدين ديروها أنت ما زل تقول إلا أنه من أي كيني مجموعة دي اللهجات لابتش بنا على الكتاب ديالك اللهجات من ناحية النطق ولكن هي اللغة أمازيغية هي اللغة موحدة يعني لا ولكنت تطالب هنا بلغة موحدة ومعيارية هذا هو المطلب دي الحركة الأمازيغية نعم يعني باقي طريق طويل كيف ما قنقوله ما طويل ما هو له يعني اللغة من المقومات الأساسية لاغي باش تفهم واحد مسألة تفضل أنا دبارة كان هدرب اللغة المعيارية اللي بغيتين هدرب بها أنا هدرب بها وإنجبتي لي واحد قرار اللغة المعيارية خصى النسطة ديال الحركة الأمازيغية كلهم يعني دارسين أعرف اللغة المعيارية غن هدرب معها وغن تواصل معها أنا لجبتي لي مثلين واحد ريفي أتقدر تواصل معه قارر اللغة المعيارية وفاهمها نتواصل معها لو دا ما قاريهاش كيف يمكن ريفي دوا هدرب وعليش المطلب لأننا إذا بغينا نصلوا لهذا المرحلة هدي كنا دا بغضرناه الزمان نضيعناه الزمان في الزب ديال الوقت هو إدماج الأمازيغية في منظومة ديالتعليم وفقيا وعموديا هو في جماع الأسلاك من اللي ابتدائي حتى الجامعي كالك يقول شنو الهدف كالك يقول لك ما هو الهدف حاليا مثلا اللغة الأمازيغية ما هي الإضافة ديالة لا نحن ندرسوا اللغات نحن ندرسوا لي لا دب أنا ننسوا لك كيف هي الإضافة ديالة دب اللغة العربية ما هي الإضافات ديالة لا أنا ما عارفش أنا ننسوا لك إلا جن أصنرحوا بها السؤال نحن ندرسوا لحلية لأول Istshul اخصى من درسوتي لأنها مرتبطة B وإنها هدف 끝�ها مرتبطة بحصوصية وهوية هذا الشعب خصوه من حقوه يضلط اللغة ديالو ومن حقوه يعني يتم الاعتناء بالهوية الأمازيغية حتى ما احنا كنهضروا اللغة باقي ترحلات السؤال غنشن لا بقي وكي مشكل في اللغة المستودي لأنها موحدة وأنها معيارية لا بقي كي متروح للمشكل ما متروحش ما متروح لأنه ما كيناش إرادة في وضعي كيف احنا نطوروا بها اللغة ونقرروا بها العلوم ومن حقوه شنو الفائدة كيف شنو الفائدة هذا هو السؤالي شنو هي الفائدة إذن وده ما كناش غادي نتستغلوا هاد اللغة من أجل الهدف معين لغة علم مثلا أو ما شابه أما هي أكيد لغة مغربية محلية ديالهوية المغربية نفتخروا بها نحن كمغاربة دي ما لهاش وطبعا الآباء الأمازيغ سمع المولاد ومحافظوا لللغة ديال البلاد دي ما فيهاش نقاش ولكن هاد الإقحام كلي كتبروا إقحام من أجل الإقحام بخلفية عرقية كيش خلفية عرقية ما شفهم مع المسألة لباللغة الأمازيغية اللغة الأمازيغية كينة في في الدصور ما شيرا في الدصور كينة في الواقع كينة نسبة كبيرة ديال المغربة كينة يضرب اللغة الأمازيغية ولكن بناء على الإحصاء ولكن إحصاء فعش لأن اللغة الأمازيغية هم اللي كيتحدثوا بالأمازيغية لأن اللغة الأمازيغية مهددة بالإنقراض لماذا؟ لأنهم ما كيش اهتمام بها من طرف الدولة وما كيش كونة الأمازيغية كنت تقرأ كونة الأمازيغية ديال بغا تقرأ وغا تتحبنا لمشكلة دياله هذا كي يضرب الأمازيغية هذا كي يضرب باللغة غير الأمازيغية إذن إدماج لو أن أنا كان شوف ربما تلقاه في الكتاب ديالما كنت خلنا الأمازيغية مثلا غا تتقرأ في التعليم وما شي بطريقة لكينا حالية وانت مثلا غا تكون خريج مدرسة المغربية غا تكون كذا أضرب الأمازيغية فين غا يكون عندك مشكلة بطوصل معينا بالأمازيغية أو لتشي كلي شارع واني ممكن نعرف الأمازيغية لا غا تكون مزيئ يوه هذا هلاذا كنت تسمون لشنو غا نديرو بها لاو دبع هذا نختيار ما تقرأوش الأمازيغية باش نصل ما شي بضالوا نقرأوها باش نديرو بها العلوم دبع العلم راولوا لغات خريج نحن مشاكل جدرية في التعليم حاو ساد ألمو كيف شاد نحن مشاكل عدة اللي يخصنا بحاليا أننا ننعجوها يا سمح ليش هذه المبررات نعم هذه المبررات وخانمتاً نعرف نحن نتركها صحفي نعم نعم نحن نحن نتركها رسمي يدك الساعة حظر بأن المغرب ما فيش غير اللغة العربية وما فيش غير هوية واحدة وثقاثة واحدة على كينة يعني كينة كينة ال هوية الأمازيغية واللغة الأمازيغية تعين معالجة هذا الغناء وكين روافة ثقافية ولكن واش ال الامازيغية رافض واش هوية المغربية هوية موحدة ولا متعددة لأنك اشبهة موحدة موحدة هذا هو الترح للحركة الأمازيغية وغنهدروا على الرافيد حت كلي كيستعملت الأمازيغية كيستعمل كيعتبرها رافيد وده خطأ في التاريخ يعني في المقارب لها ويالمغربية لها ويالش كان حددوها لأن حت الأمازيغ جاء الأمازيغ إلى المغرب عن طريق خليها ذي الرواية ذي اسميته المعتقدات الخرافية اللي كانت في التاريخ الدراسي وباقي الحد الآن هنا كنشوف أن التاريخ الدراسي باقي فيه مجموعة من المغالطات لكتسع التاريخ ديال البلاد لكي أدروا على الهوية المغربية هوية متعددة لأننا نحن مش شعب مش بحال مثل أمريكا اللاتينية واحد الأرض جاء لها بزار ديال العرقيات بزار ديال الثقافة تستقروا فيها هذا يعني الهوية المغربية هوية موحدة لأنها موحدة بالإنسان وبالأرض لأنه كان فيها سكن فيها الشعب الأمازيغي وليكين دابا كين روافيد هوية موحدة محورها هو الأمازيغية بالأرض وبالتاريخ وبالإنسان كين الروافيد الروافيد كين الروافيد عربي جاء هذا كالروافيد ولي جاء كين روافيد زنجي كين روافيد أندلوسي غربي روماني توركي سمي ما شئت من الروافيد يعني كين روافيد متعددة وفدت على الهوية المغربية وقدر كين يمتازج كين اللي من يمتازج بها كين اللي حسب يعني المستويات ديالك تأتيها بالنسبة المغرب المغرب وش فيه عرب وامازيغ ما عندناش حنا المسألة العرقية ما عندناش عدنا ناس كين يضرب عدنا مغربة عدنا مغربة كين اللي كين يضرب الأمازيغية كين اللي يمشكلوا الأمازيغية يتعرب هناك من لا زال محتفظا أو كين لعائلات لجاء من الأندلوس كين ولكن لعائلات لجاء من المشرق متلا وكين لعائلات لا مشي مشكلة لا وعندما ينزولوا المغربة وكين من ناحية مهوياتية نحن ما امكنش نديروا خارطة عرقية في المغرب لا مكينش نحن نديروا خارطة عرقية ما امكنش ما غاديش نقولوا ما نسبة العرب ما نسبة ما نكينش عندنا حنا في غربة موحدين موحدين حاليا دابووش خبارك بأنه بزار ديالناس اللي كانوا قاعدوا يعتقدون لنا عندهم ناسات وشجارة وكذلك وعصول لهم في المشريق تديروا لادئينت لقورسهم 99% شمال إفريقيا إذا بغيتين نجاوب على هذا السؤال نديروا لادئين مثلا نجاوب العلمي مرورا نقطة مهمية تتعلق بالجانب الفكري دائما على الحركة الأمازيغية ومسألة العلمانية الحركة الأمازيغية كتبنا مسألة فصل الدين عن الدولة كتبنا فصل العلمانية لماذا؟ لأن من الببادئ الحركة الأمازيغية حركة العلمانية يعني فصل الدين وماذا العلمانية كتبنا معادة الدين لا ما تعني معادة الدولة نعطيك لماذا؟ لأن الثقافة الأمازيغية هي ثقافة علمانية لماذا؟ كان الاختصاص دي الفقه وكان الاختصاص دي الفقه وكان الاختصاص دي الأمغار أو الجماعة مكنش الفقه لا يدخلش في الأمور دي الجماع لأن العلمانية لا يمكننا فقه تتقلل في الأمور الدينية بالمسيد بالجامعة تصلي بالناس تيف تيف بعض الأمور الدينية الوضوع اللي مهم كيفاش يتوضع ولكن المجال يعني الغير الديني هو من اختصاص الجامعة ومن اختصاص أمغار وكان عارفوين رجع للتاريخ يعني للقوانين العرفية الأمازيغية رأي قوانين مدنية وليست بقوانين يعني المنى لأن الأمازيغ هم محافظون إلى المستوى الديني يعني كذلك الأشخاص عندما كذلك المجتمع دابع أكيد كذلك المجتمع دابعنا حاليا لأن الأمازيغ لماذا زالوا ينسكنون مثلا في مناطق في البادية مثلا من كم شؤون عندهم ونظرون ونظرون ما زالوا أنهم تشبثون بواحد النوع دير الحفاظ اللي هو ما يجي من المرجع الديني هل لماذا تشهد الاعتقادات الشخصية والممارسة لا وكن كذلك كذلك المنى لهم كيفش هذه المحافظين وكنك يعني شئ لك لك عالي المانياء وكنك يعطي التأصيل التاريخي انت إلا قادم الهوية الأمازيغية كنرجع اللورة كنرجع اللورة يعني كنرجع مجتمع تغير كيفش مجتمع تغير كيفش مجتمع تغير ماذا الأمازيغ تغير مع الوقت تغير مغرب اش لو النظام القانوني اللي كانت تطبق في المغرب قبل ما تدخل الحماية واثناء الحماية كنجوج دي الأنظمة كن مناطق خاضعة الشرع والمناطق الأخرى خاضعة للعورف الأمازيغي كنت تطبق فيها العورف ومليجة الحماية القاتل مليجة فرنسا حتنا في طرف الحماية القاتل الوضع هذا وظاهر ستعش ميل ظاهر ستعش ميل شنو كيسميوه في المقرارات المدرسية كنت تسمى الضاهر البرباري وهذا يعني أكبر أكدوبة في التاريخ المغربية للأسف الشديد تدرس في المقرارات المدرسية يعني أنه الضاهر البرباري وهو الضاهر في صفحة ركين تمام في الكتاب في صفحة أصدره يعني الراحل محمد الخامس فيه اعتراف ب وضعية قانونية كانت قائمة بأن المناطق اللي كتخضع للعرف العرف غتبقى خاضعة للعرف فكرة وضع ونبتع له تم استغلال هذا الضاهر للإساءة للأمازيغية وقيلة في المقرارات المدرسية ما كانش روش احنا قريناه في المقرارات لأن للأسف الشديد تاريخ المدرسي كتبا لم يكتب بأقلام موضوعية وكتبا بنزعة إيديولوجية قومية تعادي كل ما هو أمازيغي يعني أمريكا أنا في التاريخ قرناه الضاهر البرباري نحن في المقرارات المدرسية ما يسمى الضاهر البرباري ما تحتش لننص كي هدروح لي بأن واحد ضاهر جابته فرنسا باش تفرق ما بين العرب والأمازيغ وباش تدخل الأمازيغ في التنصر وما كان يجدش في التاريخ وكذوبا ما كان يجدش ليها فكرة واضحة ما نكرهوش نتقوا في النقاش على المسألة الأمازيغية ولكن الوقت وحاليا ننتقلوا بسرعة لموضوع النص والاحتيال الشهير بجموعة الخير حطنا أولا السياق بعجارة هذه القضية ليس شيء يعني قضايا متعددة من هذا النوع بقى الحد الآن كالتعرض عن اللي ما حكي وأنه للأسف الشديد لازال بعض المواطنين في المغرب وهذه رسالة من خلال البرنامج بقي أنت آمنوا بأنهم غادي يغيروا الأوضاع الاجتماعية ديالهم بسرعة بسرعة أو يحققوا الربح من خلال تداول الأموال قبل أن ننظر على هذا الموضوع أريد أن ننظر على الإطال القانوني في المغرب عندنا في المغرب ليس هناك أي قانون يسمح بتداول الأموال وإقرار نسبة فائدة بخصوصها خارج الأنظمة القانونية تطلب العملية خارج الأبناء والبورصة وبرك المغرب سبق له أنه حد دارة من هذه العملية لا يوجد أن ننظر في المغرب هناك أي قانون يعطي حق لشركة أو شيئة أخرى تجمع الفلوس من الناس وتدلمهم من أرباح وتجمعهم وتسمعهم وتعطيهم من أرباح لا يوجد أن يسمح بها يقدر في هذه الأنظمة القانونية في المغرب لا يسمح بها بمعنى هذا من الصباب عندما يأتي المواطنين ويفتحوا مكاتب ويقولون أننا لدينا شركة ودينا القانون ودينا القانون ودينا القانون في المدة ثلاثة وخمسين من قانون وحماية المستهلك المشرع واضح يمنع المسألة ويعتبرها جريمة ويعاقب عليها بحقوبتي الحمسية يعاقب على أي واحد يجمع الأموال من عند الناس ولا شركة ولا جهة ولا جمعية يجمعها بغاية تداولها ويعطيهم منح الأرباح في مجموعة الخير أنا كنتأسف من اللي كنشوف مجموعة من النساء لأن هذا طبقة مستهدافة لأن المغاربة عاقوبة قالوا يتقلوا بجيبوا الفلوس لنربحكم عاقوبة اللي باقي ما عيقش بهذا الشي هو أن النساء ربّت البويت يعني إذا مشيتين من جمعات الخلكة تلقى نساء ربّت البويت الأكثر هادو ما عارفينش تتكون باغيات تستمر الأموال ديالها وعنده شي فليسات بخبيها ومباغات تربع كين جيوا هادنصاب هادو تواهموهم بأنهم ممكن يغتنوا بشكل سريع ويتغيروا الأوضاع دياله تيقولوا يا جي ستدخلوا معنا بمليون وفي ضرف أسبوعين ستأخذي خمسالاف درام ربّحه وانتي ستربحي وإلا جبتي شي وحدة أخرى ولا شي واحد أخرى تربحي عليه الشبكة في الأول تنتقلك لواحد مسألة أخرى واحد تكتك في العمل ديالها تبدأ في الأول تجيب مجموعة من النساء يساهموا معها بخمسالاف درام تدوز واحد سيمانة تجيب تعيطون تقول لها اشتي خمسالاف درام ديالك بحتي فيها ألفين درام وبقى لك خمسالاف درام ومجموعة فلوسهم يعطوهم تقول لها إلا جبتي لنا شي وحدة أخرى سأعطوك ألف درام تقلب عن النساء وتعطوهم النتيجة تقول لهم أنا رحطيت خمسالاف درام وربحت عليها ألفين درام سيمانة هي غادة وكتب في الخارس يقولون المرأة الفلوس مبلوكيارة ستجي الفلوس إلى آخره أنا بنسبة لي الميساج اللي بغيت نوصله المواطنين هو أنه في المغرب براماكين شي قانون وكي يسمح بيها لا هي في البداية يعني توعاويا مخصومش الناس يتيقوا فبحال هادو ملك يقول لك أرأي الفلوس هي ذاك المسألة دي لطمعك الكداب كي يطمع نعم نعم هي ترياضيا علميا ما تخرج دبعا علميا انت دبعا غادة تعطيل واحد مليون مليون ياك انا ندرحنا غادة مليون وغادو السيمانة ولا شهر غيعطيك عليها خمسالة درامو لا ربح ولا ألفين درامو ما هو يبيع فيها انا قلت لا ما هو يبيع فيها تقاصر ما هو يبيع فيها لا ما هو يبيع مليون لكي تعطيها الربح ديال الفين درامو يعطيها الكنتا يعني الناس طمعت يقضي عليه الكداب اللي بغى يستمر الأموال دياله يمشي يستعصر مع الناس المختصين ويدير شي بروجيل اللي واضح وبي أما يجيك واحد يقولك غادة تحط الفلوس الفلوس غاد تحطهم تربحهم تربح عليهم في التداول في البورصة في الباركة يعني كان قواليك تكترد العالية مصير ديال بعض اللي كسميهم لزادمين اللي تهو ما جمعهم عند الناس الفلوس يعني مبالغ كبيرة مثلا واحد سيدة توصلت معها تقريبا مئتين مليون اللي جمعت من عند الناس من عند الناس وعطاتهم لزادمين اللي قاموا بالعملية ديال النص والحتيال بسيها وهي متورطة حاليا تقريبا تقول لي أنا ما ما صبت على تها واحد ما صبت أنا أعطوني فلوس بديتهم من الأخرين هذا الشبكة الإجرامية تعتمد على السؤالة ديال عن ما اسمها تسويق العرامي ولا الشبكة أنا غاديدك شيء ويتفرع أنا بالنسبة لي هذا يعني يعني رسالة للناس من اللي تجي عندك شيء هات الشبكة هذه وكتقول تجيب لي واحد وغا تربح عليه كتبش أنت تجيب الناس وكتزرفهم وكتطمعهم وكتطمعهم وأنتم تمرس أساليب للتأكيدات الخارعة وهي عناصر تكون جريمة النصف والاحتيال تقول لي ما نرى سوف تحطوه سوف تربحوه كتبقات وكتجيبهم وفي الخرب نرى من ناحية القانونية مقتنية الفصل 129 من القانون الجنائي تطبق على هذه النازلة وهذه السيدة تعتبر مشاركة مشاركة لماذا؟ لأن أولا لا يوجد الحق يمكن أن تقام أعطيته فلسك مشاركة وكذلك أنت تجهلين هذه الشبكة ومعرفها وما عندك معطيات يقينية وكتجيب وتعطي الناس تأكيدات خادئة تقولهم سوف تضعوا فلسك وسوف تربحوك يتقون فيك جارك أختك أخوك صاحبتك ومعطيات 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 مغلوطة على هذا المشروع وكذلك تقلب الناس وكذلك أعتبرك مشاركة ولكن لديك نية مباشرة وكذلك وكذلك لديك نية الربح على ظهري استقطاب لأن الناس لا ترى ما يريدون 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 وكذلك نرى لأن تزرف الناس يعني الشبكة تعتمد على تجنيد نساء وأفراد تكونوا ضحايا ولكن من بعد تتحولهم إلى أدرع لتنفيذ المشروع لهم الإجرابي ما هو المصير؟ المصير المرأس الحرب مثلا أو الناس المسيرين من هذا النص والاحتيال وكذلك هرب وكذلك هرب وكذلك وكذلك 700 شكاية تبقى بنسبل هذه الضحية دبال المصير أنا أقولك المصير غيف الجانب الزجري أنا في جانب الزجري هذا كي تسمى النص وللأسف شديد غير النص والاحتيال المشريع المغريبي خصوصنا نعيد النظر في مقتلات القانون الجنائي ونوضعه عقوبات لما لا تكون جناية إنها بالنسبة لي هذه جناية ما يمكنش هذا يتعقب النص والاحتيال لأن الفعل هذا كي موصف الوصف دياله القانوني الحالي عصابة تكون لا تكون عصابة من أجل ارتكاب جناية ما كينش تكون عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جناية نعم ليس فهم العملية تكون عصابة إجرامية كجريمة كتحقق إذا كنا قلن تكبوه جنايات ماشي جنحة ماشي جنحة هذه كتسمى الجنحة هذه النص والاحتيال أكصوصنا نضع digging وعطلل قانون الجنائي كي نعتبروه هذا النوع من الأفعال الإجرامية جناية وتكون العقوبة قاسية هذه الأولى إنه غالباً دباته ديجو الحاوغ غالب للعقوبة هتوصل ما أتوصل 3-4-5 سنين والسؤال المطروح هو أشهد الناس إحنا أغنعقبهم إحنا بغينا للناس يتوعا وما يفعلون أما هو أغنبشي در شكاية أنت درتي شكاية وألقي القبض على عناصر دير العصابة وأدينه حكيموا وأدينه واشغير تجعلك في نسك هذا والسؤال المطروح هل يتم الحجز مثالاً بغيناتها؟ لا هل يتحجز لا هل يتحجز وش المبالغ المالية؟ هذه الشبكة دير النصب والحتيال عارف رصو في الخارج يمشي للحفز أول حاجة ما تيديرش الأموال بالاسم ديالهم في البنك تاني حاجة ما تيخليش الممتلكات اللي ممكن يتم الحجز عليها كيقوم بتهريب هاتي الأموال إما بتسجيلها بإسم أحد أشخاص آخرين ولا كي يخفيها ولا كي مهم تيهربها طرق طرق اللي كي يحاول تيهربها من اللي كي تشد كي يجي المحكمة طوال ما عندك صور من نول كتتحكم عليه بمباليغ متاف المطالب مدانيين من نسأب بحيرة غايت تحكم عليه بمطالب مدانية أغلب الحكامة غايت تحكم بالإدانة ديالهم وفي الدعوة العمومية التابعة تحكم ليهم متانو بيتعويض قدروا المبلغ كامل مع التعويض ما غايت يجيب ها هو محكم ليك فين غايت نفد على ما غايت نفد ما عنده ما يحجز ما عندوش أملاك ما عندوش فلوس بالبنك على ما غايت ترجع فلوس كم غايت ترجعوا نظب اللي كاين المحاسبة اللي غايت تكون هو غايت يدخلوا للحبس غايت يدخل للحبس طف يعني دوك النساء اللي كي ساينو كيخرجوا في الصحافة ما كين تعويض ما كين العدد شواء اللي كانت سواء ما عرفناش إلا كان شي قدرة إلهية طبعا طبعا أن شي واحد فيه في السيتنا تكون عندوش عقار كبير غالي في سميته ولا تكون عندو ولا يكونش حساب بانكي لا أعتقد أنهم غايت يكونوا عندهم من الأموال في الحساب بانكي بمعنى أنه هاد النسخ الصم للأسف الشديد رابا شاقيا في هذا المجال وباقي الناس كي تنصب عليهم معاقب هذيك السيدة هذيك الرواية ديال وحدة مريضة فضرة محسينة رجلها مات وهي مريضة بالسرطان وغادي تموت وعندها أموال وباقي هذيك الشريف رابا يقين الحد لآن ما تنساش دابا دابا الانطارنات كتخدم أنت وكتخدم نحن واعيين وهذا وهذا والناس ركين واحد مثلا فوحد بلاصرة ما عافوانه تدخل فيسبوك كيصدق قادك شي كيشو تيجيه ميصاج من ديك السيدة كيعتقد على أنها فعلا رصح أنا شخصيا تصلي بيا قل لي يا أستاذ كي ديلة بس من المعارف سنعرفه الحدود تقافة ديالو كذا عيطني قل لي أستاذ الله حفظك أنا دابا رفطان جاء واحد السيدة رأسي فطلية شي ثلاثة المليار في واحد الشانطة وشي لاجبتها معايا فطرق وشدوني البوليس وش ما ما عندي شي مشكيل ولا شي حاجب يعني وارا انتي قنالنا وارا غادي رهدوك رفا غيش قل لي فينا شي فين عرفتها قل لي يا عيطت لي تواصلت معي في فيسبوك قل لي وش هذي كسيدان اللي يراج لها اللي مات وقال لي قل لي هذي بركانت سناغي باش نصيف كلهم الفلس يخلصوا عليها في الديو قل لي هجي بحال كما تخلص هوا هذا صور أنا كيستاشر معايا مشي كيستاشر معايا واشهت شي صحح ولا ماشي صحح كيستاشر معايا وكيستاشر معايا أنه صدقتك مشروع الإجرامي يعني بدي بتفاصيله الكاملة يعني هذي السيدادة كيسون لي غير وكيف يقرر يجيبوك الفلوس يهزون في الشانطات واشه لاش تدوه البوليس في الطريق واشه عنده مشكلة ما عندهش يعني ما تنساش بأنه يعيش بين ضغرانينا العديد من المواطنين عنده مشكلة ممكن سهل باشي تنصب عليهم وبالتالي أنا كنشو خصويتم تكتيف البراميج التوعاوية وتكون يعني الإجراءات الوقائية أفضل لأن من كي يقع من كي يدولهم فلوسهم أرا كان نشي وخان عقبوهم أرا ما غادش يرجعوا الفلوس لكل الناس بالتالي أحسن أنا كنشوف حتى الإعلام العمومي نهو العبد ورموهين حسوعية نحن نخصو ميزانية كتير فرمضان نعم الأعمال التافية يعني في صلب المادة الفنية رسائل تعاوية وفيلم نديره على هاتش هذا ونوصل رسالة بينا تشيريك دو في تسويق العرامي ومختلف وسائل نصب الاحتيال ونوصل مصاجتنا فكرة واضحة فكرة واضحة أستاذ حاليا غدين دوزوا آخر نقطة وآخر محور وهي مسألة للهجرة الجماعية اللي كانت في الخامس عشر من شتنبر في مدينة الفنيدق الوجهة كانت هي مدينة أولا كفاعل حقوق يصد أنمو تعليقك لهذا الحدث قبل المرور إلى كل ما هو قانوني أنا بالنسبة ليا الحدث كنا نعتبر حدث مأساوي وخاطع يجعلنا أولا نسائل السياسة العمومية المتوالية والمتوارثة للحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام في المغرية لما استطعت توجد لنا تدير سياسة عمومية قادرة أولا على يعني يعني ضمان الحقوق لأنه أغلب المشاركين في هذه الهجرة وما قاصرين قاصرين والناس وشباب أغلب يقام صوح يكونوا لأن المكان الطبيعي لهم مدرسة وأيضا الضمان لهم ولأسرهم يعني العيش الكاري العيش الكاري ويمشوا يريدون يهجروا بشكل جماعي يعني لو صلات الواحد مستوى يجب أن نعيدوا النظر في سياسة عمومية وللأسف فتصدد يعني الحكومة على ما أظن وإلى حدود الساعة لم تدخل على ما أظن كان تصريح فقط في إطار الجامعة الصيفية الأسرة والمؤسرة تصريح ما أظن وقلال اليوم أو البارح سيد وزير الثقافة بن سعيد هذا تصريح حاليا نحن نحن بالموقع التدفير الأمني لهذه المشكلة فقط لا يوجد حاليا لا تصريح حكومي لا تصريح رسمي يعلق ولا على الأقل يقولون المغاربة ما يتفعلون وغير يتفعلون مع ما غير بالنسبة نحن نحن نقطة أخرى هذا ما يعني هنه كين ينجيها أخرى عند المسؤولية في هذا الأحدث هو الناس يعني اللي ينضبوا واللي يدعوا واللي يروجوا واللي يسوقوا واللي يدفعوا بهذه الحملة الإعلامية المستوى سعيد التواصل الاجتماعي باش باش يورطوا هذ القاصرين وهذ يافعين اللي يهربوا من والديهم ومشاوا باش يشاركوا فهذه هجرة الجماعية اللي هي هجرة فاشلة من البداية دياله عرضوا رسم غير الخطأ يعني واش واش غادي يستطعوا أنهم يمشوا التورا بالإسبان خصوصاً واش وقعي أمني وكانت يراقوا أولاً يراقوا وفعلاً راقوا لهم الامن الوطني وشو وشو القوات المساعدة وشو 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 وحتى الصورة ديال المغرب أنا نعطيك نظر على واحد مسألة أخرى المستوى القانوني بدواء الساد المستوى القانوني بالنسبة للناس اللي يحرضوا على هذا الفعل لا مشاق يحرضوا الناس كي القانون صفر جوز صفر ثلاث اللي خرش في الفين وثلتاش المتعلق بدخول وإقامة الأجانيب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير مشروعة في المادة خمسي كي اعتبر الهجرة غير مشروعة أو الجريمة دي الهجرة غير مشروعة تتحققون بمغادرة التراب الوطني بصفة سرية أو باستعمال وسائل الاحتيال أو تزوير أو انتحال إسم أو المغادرة هذه اللي بغت نسترعي عبر منافي وأماكن غير مراكز الحدود المعدة خصصاً لذلك يعني كتغادر المغرب ماشي عبر البوابات دي المراكز الحدود كتمشي الأماكن الخرالية ماشي مراكز الحدودية وكتغادر عليها بشكل سري شين العقوبة العقوبة اللي الناس اللي كي هاجروا هدو غير الحبس من شهر إلى ستة أشهر المادة 52 هي اللي المشرع كان فيها يعني المشرع فالقانون كان أكثر رحمة بالمهاجر تيقول كتغادر العقوبة من شهر إلى ستة أشهر قدروا الضروف تخفيف تولي موقوفة تنفيذ ولكن في المادة 52 بالنسبة المساهمين في تنظيم وتسهيل عملية إخراج الأشخاص بصفة سرية من التراب الوطني العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة إذا ترتكبت الفعل هذا يعني العصبة ارتكبت الفعل النول وعودت الفعل التالي يعني العود حالة العود تقول جناية والعقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة حالة العقوبة وعندما تعتبر هذه دخل في التجاه البشر وممكن تكييف التجاه البشر إذا كان استغلال الاجتماعية في التهجير إذا كان الأوضاع الاجتماعية للأشخاص وكذا كان هذه تنطبق على المنظمين والمسوقين والمساهمين في نشر هذه الفكرة والأتفاق للهجرة الجماعية لأن وراءها وراءها تنظيم محكم المشرع هنا يعقب العقوبة من جنايا من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة مهم مهم نستعرضوا المقتضيات القانونية من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة كل أعضاء أعضاء كل عصابة أو اتفاق وجد لارتكاب هذه الأفعال ولكن كل واحد إشكاله سأسمح لي نعرضه لما نريد أن نطبق المقتضيات القانونية والمشريع كي يقول لنا إنه جرار غير مشروعها ومغادرة التراب الوطن خصوصا في سبتا بالنسبة لسبتا سبتا عندها واحدة وضعية سبتا في الوجدان السياسي والوطني والعقائدي للمغاربة هي مدينة مغربية محتلة إذا جئنا ونقول إذا جئنا ونقول أن تبقى المقتضيات القانونية ونعتبر أن الحدود بين سبتا هي حدود ترابية إذا كانت جواب بي نعم يعني ركا نعترفه ضمنيا بكون مدينة سبتا هي جزء من تراب الإسبان إذا جئنا نعتبر أن تبقى المقتضيات القانونية ونعتبر أن هؤلاء يعني نكيفوها على أساس أنا كان نظر سوف أتجاه دينا التكيف إذا كيفنا على أساس مغادرة التراب الوطني يعني إذا كيفنا على أساس أنا ضدق الأرض الإسبانية ضمنها أعتبر أن هذه الحدود هي حدود بيننا وبينها إسبانيا وهذا كعكس كيتنقض مع الوضعية ديال سبتا الوضعية ديالها يعني المكانة ديالها في الوجدان الوطني والوجدان ديال المغاربة جميعا مش غير كل شيء كان أعتبر أجوز من التراب المغربي وأنها مدينة محتلة إذا هنا كي النقاش أنا كان أعتبر أنه كي النقاش في التكيف وفي تنزيل هذه المقتضيات لأن إذا نزلناها وطبقناها أنا أعتبر ضمنيا أنا أعتبر أنها رأى جوز أم التراب الإسبان هذا إشكال أنا طرحته كتبت عليه ممكن نشوف على أنه يعني ممكن تطرح لمشي نفط طبيق المقتضيات ديال القانون 020-03 لأنك هذا على الحدود الترابية والنطاق الترابي للحدود ديال المملكة المغربية فكرة أود حال سبق المو وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا حلقة طويلة شكرا شكرا لك شكرا على قبولك وتنميرت تنميرت تنميرت هي شكرا تنميرت هي شكرا تنميرت أستاذ المو إذن متابعنا الكرام إلى هنا نصل إلى ختم حلقتنا شكرا لكم شكرا كذلك التنقام التقني دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء شكرا